إبتراء قبل الإبتراء ورحمة الله وبركاته وعبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الأخير أما بعد في هذه المناسبة البديئة أكل شكرا لجميع حيئة التحكيم في هذه المساوقة وأيها المشاهدون الأحبة الذي هو منعني فرصة جميلة لألقى إليكم ما له به قلبي وخضر ببالي خطبة عربية فيما تتعلق به استعصال المخدرة والأدوية المحرمة كما عرفنا جميعا أن الشباب يقومنا بدور هام في تركية شؤون وتقدمهم فهم أمل الأمة الذين سيجاهدون لمستقبل بلدنا الباهير فهم أيضا أمل الإسلام الذين سيدحنا أنفسهم لتدبك تعلمه في المستقبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إننا في يد شبان أمر الأمة وفي أقدمها حياتها وبهذا كنا نعي أن الشباب سوف يقومنا بدور هام في المستقبل لكن للأسف كنا نشاهد كثيرا من أصحابنا من الشباب الآن يتجاوزون أن أحكام دين الإسلام ولا يهتمون بالتربية والتعليم ويتخلكون بالأخلاك السيئة كما شاهدنا في التلفاث أو سمعنا في المذياء أو قرأنا في الجريدة أن كثيرا من الشباب الذين يشربون الخمر ويأكلون المخدر والأفيون وغير ذلك من الأدوية المحرمة وكما سمعت في الأخبار أن حوالي سلاسة مليون من أصحابنا من شبابنا قد سقطوا إلى سهل المخدر والأدوية المحرمة ما شاء الله تبارك الله أيها الحضرون الكرام هذا الآن ولكن كيف في السنوات الآدية كيف في السنوات القادمة كم جملة الشباب الذين سيقعنا إلى سهل المخدر والأدوية المحرمة كنا لا نستطيع أن نتفكر ونتصور ماذا سوف يقع في المستقبل وكيف بلدتنا هذه في المستقبل إذا كان جميع أصحابنا يغدعون بالمخدر والأدوية المحرمة إذن كيف نقبل إلى هذه المسألة أيها الحضرون في هذه فرصة سعيدة سأقدم لكم جميعا دركين أو أحوال لتوجه ودرب هذه المسألة الأول يجوز إلينا أن نغرس الإيمان والتكوى خاصة لكل الأسرة يجيب على كل الأسرة وعلى كل الوالد أن يغرس الإيمان والتكوى على أولاده منذ صغارهم لأن الوالد يلعب دورا مهما في تشكيل سخصية أولاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفترة فأبوه يهويداني أو ينصراني أو يمجساني أيها الحضرون بعد أن نسمع الحديث عن إفاد نفهم أن الوالد يجب أن يؤدب ويعنم أولاده بالإسلام بالإيمان والتكوى لأن بالإيمان والتكوى اللذاني غرس منذ صغارهم فهم سيكوننا المسلمين والمؤمنين من القوي لعتصام تعليم الإسلام وسيكوننا ممن لا يراودنا ولا يوسسنا برواد المخدرة والأدويات المحرمة الثاني يجوز إلينا أن نتحدى لأن بالإتحاد سنستطيع أن نسدى ونسل المخدرة والأدويات المحرمة من بلداتنا هذه كما قال تعالى واعتصموا بحبن الله جميعا ولتفرقوا أيها الحادرون أمر شاب وثكيل سيكون سهلا ويسيرا بالإتحاد إذا يتحد المجتمع أو أهل القرية والأمراء والأولواء ومندمات الشبابية كلهم لإزالة المخدرة والأدويات المحرمة فلا يشعو مسيل أو بائئ أو مدير المخدرة والأدويات المحرمة لدهول بلداتنا هذه هم سيفرون ويرهبون من بلداتنا وسنكون آمين من أخطار المخدرة والأدويات المحرمة أيها الحادرون بالتركين التي قدمت أنفا إن شاء الله ستأمنوا بلداتنا هذه من أخطار المخدرة والأدويات المحرمة المهلكة أيها الحادرون الكرام أكتفي كلامي في هذه النهار وألبوا من سويدا قلوبكم العفا إذا وجدتم من الخطبة أنفا الخطط لأن الإنسان محل الخطة والنسيان آخرون الكرام إِهْدِنَ الشِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته